كد الأمين العام لحركة الاشتراكيين العرب أحمد الأحمد خلال لقائه عددا من أعضاء التيار الوطني لإنقاذ السورية أهمية الحوار الوطني الشامل بين جميع القوى الوطنية والسياسية للإسهام في إيجاد مخرج للأزمة في سوريا وأشار الأحمد إلى أن سوريا بحاجة إلى تكاتف جميع القوى والفعاليات الحزبية والمجتمعية لإعادة بناء ما تم تخريبه على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة وفي سياقا متصل أشار الأمين العام للحزب السوري القومي الاجتماعي عصام محيري خلال لقاه أعضاء التيار على أهمية الحوار وتبادل الآراء والأفكار بما يحقق الحالة التشاركية بين جميع القوى الفاعلة للوصول إلى ثوابت تغني الحوار عضو المكتب السياسي للتيار الوطني لإنقاذ سوريا الشيخ سطام الدندل أشار إلى أن التيار يحضر لعقد مؤتمر دولي الشهر القادم للتضامن مع سوريا في دمشق يضم عددا من الشخصيات السياسية العالمية مطلوب حوار للانتقال إلى وضوح في النهج المطلوب فمن هون أهمية اللقاءات اللي عمد تم بين الأحزاب مع بعض البعض هي اللي بلورت هالأمور الأساسية اللي يجب تكون هي ثوابت لانطلاق العمل تفعيل هذه الحالة التشاركية الوطنية الصادقة والجادة وتكاتف الجميع وتضامن الجميع لبناء سوريا القادرة القوية نحن الآن في تحضير مؤتمر دولي لتضامن مع سوريا في وقت قريب إن شاء الله تعالى فطرحنا الأفكار مثل ما ذكرت سابقا للتعاون مع الحزب السوري القومي وسوف نطرح الأفكار أيضا ونكون يد واحدة مع باقي الأحزاب أكداري سوريا